نكمل كمان سكيلة المسل فيزيولوجي وكمان نعمل نأخذ شوي هيك عن سموت المسل فيزيولوجي كمام ؟ هلا، اول شي بدنا ناخذ عن السكيلة المسل فيزيولوجي اللى شويه لأخذناها المحاضر الماضيه تمام ؟ حكينا احنا المحاضر الماضيه عن كيف بصوره بالنيورون صح ؟ هاي أنا عندي اَنِيرون اوكي هلأ فيه type of neurons بيكون الوظيفته الأساسية الفنكشن تبعه to give a message to a muscle أوكي or a muscle cell تمام بتكون وظيفته to send message for the muscle telling it is to contract أوكي هذا النيورون منسميه motor neuron أوكي والmotor neurons عادة بيكونوا myelinated فعلهم myelin sheath أوكي فبيكون نوع الكوندكشن إيش سلتاتوري تمام الجومبين أوكي هلأ هاد الموتر نيرون بيعمل synapse أو بيعمل junction مع مين مع المسل هاد الموتر نيرون بيعمل innervation أو الهيل contact هاي مع muscle نوها skeletal muscle that's why هو عبارة عن motor neuron فالنيورون اللي داي supply or innervate skeletal muscles are ايش motor neurons بينما النيورون that supply smooth muscles or cardiac muscles هدولة they're not motor neurons هدولة بيكونوا autonomic neurons أوكي فالموتر نيرون specified للسكلة المسل هلأ السكلة المسل contraction is voluntary صح؟ فعشان هيك النيورون تابعون different عن الكاردياك والسموت مواصل هدلك involuntary اوكي ايش كامل نيعرف اوكي هلأ لو نعمل zoom in على هاد ال junction هاد السينابس هاد نشوف ايش فيه اوكي نفس الاشي بيكون فيه عندنا هاد ال axon تبع النيورون وعم يصير فيه ايش؟ action potential اوكي قاعد بيتحرك هون ايش فيه عندي بالنيورون؟ terminals صح؟ صح؟ هون البوتنز او النبس تبعونا صح؟ اهه اللي يستور النيورو ترانزمتر جواتهم صح؟ صح؟ هلأ مو صح الموتر نيرون ميلنيتد هون فيه ميلن صح؟ هلأ الميلن بيروح عند ال axon terminals بيكون ما فيه ميلن اوكي هاي ال axon terminals تبعون الموتر نيرون وهي النبس هدول بيسميهم بوتنز كمان اوكي بوتنز اوكي النيورو ترانزمتر اسيتل كلين اوكي والاسيتل كلين بيكون فيه الو ريسبترز وين على المصل اوكي فيه الو ريسبترز على المصل اسم هادول الريسبترز نيكوتينك ريسبترز نيكوتينك ريسبترز وهدول النيكوتينك ريسبترز are chemical gated channels عادي مين الكيميكال تبعا اللي بيقعد على النيكوتينيك رسيبترز الاسيتالكولين هلا النيكوتينيك رسيبترز بس ايش الايون تبعونو اتنين او كاتيون اللي هم مالي سوديوم بس بكوز السوديوم is highly concentrated outside يعني in compared to inside السوديوم inward influx بيكون كتير اكبر من البوتاسيوم outward influx تمام فمينلي الريزلت بتكون depolarizing the membrane لانه عدد ايونات السوديوم بتدخل كتير اكتر من البوتاسيوم حتى في بوكس بيحكو لك انه النيكوتينيك رسيبترز are sodium chemical-gated channels يعني ايش نيكلكت البوتاسيوم influx اوكي لانه كتير سطل مقارنة للصوديوم تمام هلا المنطقة هاي هاي اللي بيصير في هالسينابس بين النيورون وال المسلسل بسميها neuromuscular junction كل هاي السباس neuromuscular junction اوكي والmembrane المنطقة المسلسل هاد اللي بيكون عامل neuromuscular junction بسميه motor in the plate motor in the plate انا كيف حفزتها plasma membrane of سكيلة المسل plasma اذا plate plate فالمembrane عم بحكي عن المنطقة الموتور in the plate هو plasma membrane طبع السكيلة المسل اللي بيكون عامل زي الكونتكس او junction مع الموتور نيرون تمام هلا كمان لازم نعرف انو اتش اجزون ترمينال هاد اتش ترمينال سيبلي اتش ترمينال كل quelcoel muscle小 يعني انا عندي قيمة مويتور AND flate واحدة وواحدة وواحدةadle تمام علي كل axon terminal حسن هاي هنا vorneệt المascle , 네네 بسمى muscle fiber لما نشوف كلمة fiber أي니까 ột muscle cell whole cell نسمى fiber مش Part of a cell ψ Hungarian muscle fiber skillett muscle fiber بتكون هيك أسطوانية إيش معنا بالإنجليش اللي هي سلندريكل أوكي فهي سلندريكل أوكي المسل فايبر زي ما حكينا هون في عنا موتور أوكي وحكينا عن تير من البطن اللي بتكون كل تير من البطن لوحدة مسل فايبر تمام؟ هلا بدنا نرسم كيف بيصير عندي أنا الهاد الصيناء بس بالضبط أوكي هنرسمه أوكي هنرسم هون بس لو في أي لون تاني أصفر عشان نبين أوكي هاي في عندي أنا الأقزون أو نحكي هذا التيرمينل ماشي؟ هذا الأقزون تيرمينل وهم في عندي إيش؟ أسيتالكولين أوكي هاي جوا الفيزيكال هدول إيش عندي أكشن بوتانشن هون إيش يعني أكشن بوتانشن؟ يعني انفلكس أوف سوديوم آيون بعدين إفلكس أوف بوتاسيوم صح؟ أول ما يدخلوا السوديوم آيون هون ويعملوا الديبلاريزيشن في عندي هون تشانلز إيش نورهم؟ بالضبط بالضبط بيتأثروا بيفتحوا إيش بيصير عندي إنتري أوف إيش؟ كالسيوم كالسيوم إيش؟ بالضبط فبطل عندي النيورترانزمتر اللي هوا إيش اسمهم؟ كالسيوم اخ نور بالضبط ويريح على الرسوبترزة اللي موجودين عند الموتور اندفلات هاي المامبرين هاي الíamos Database إيش اسمهم؟ هاي هو هذا الممبرين بس إيش اسمه الرسوبترز؟ الى نيكوتينيك رسوبترز شو كامله نعرف؟ بدي معرفته عن الموتور اندفلات الموتور اندئيك هو اسم البلاازم الممبرين هاي الجهة التبعة السل بس فيه هيك بتكون موجودة في هذا الموتور بسميها ترف اتأكد لك من اسمها طبعا أنا كل هاي المعلومات الزيادة عملت لك ياه في ورقة اللي هي أشياء مش موجودة ايو ياه سينابتك ترف اللي بتكون موجودة بالموتور اند بليت يعني بالميمبراين تبع الموتور اند بليت تمام وبكون بالنفاجن في هيك زي بسميهم سبنيورال كليفتز اور گروفز هلا بورجيك صورة في عندي صورة اهيا اوضح شايف هاي الموتور اند بليت كل هاي البلازم ميمبراين هادا اسمه موتور اند بليت اوكي وهدول انفاجينيشن اللي هما اللي ترف سينابتك ترف وفي عندي زي گروفز اللي گروفز هدول الاول باوتشز بسميهم سبنيورال كليفتز اوكي بس هيك التيرمز يعني مش اشي كتير مهم مش اشي فهم اوكي بدنا نعرف كمان عن الاسيتالكولين احنا منعرف انه في عنا انزايم اناكتيبات اسيتالكولين مين هو؟ اسيتالكولينيستيريز ذكرتو كان موجود لما حكينا عن سينابس كان موجود على السبت سينابتك ميمبراين والوظيفة تبعته تبعته تو هالت او ستوب بالضبط بالضبط يعني بمنع انه يضل في عنا سينابس تمام هون في النيوروماسكولار جنكشن كمان عندي اسيتالكولينيستيريز ويوجد في الكليفت هون يعني سينابتك كلفت وكمان موجود على الميمبراين تمام الاندبلايت كمان موجود بس مين بيكون كونسنتريتد اكتر وين بالسينابتك طيب هلا بشكل طبيعي احنا منعرف بعد ما يصير عندي انتري اف سوديوم ايونز مينلي مينلي سوديوم ايونز بالنيكوثينيكا بالنيكوثينيكا رسابترز ايش راح يصيرينينى الماضي تتذكره كان انتريا في سوديوم ايون على السبسنابتك منبين. سيم ايديا هون بس اسمه انتبليت بوتنشل تمام؟ الانتبليت بوتنشل عبارة عن بس الانتبليت بوتنشل بيكون لونجر بالوقت بالدوريشن وكمان سلايتلي لارجر ذان الاكزيتاتوري بوستنابتك بوتنشل كان بالنيورون فبتحس انه في عندي انتريا في سوديوم ايون يعني اكتار سوديوم ايون فهو المعلومة ان الانتبليت بيكون ايون بيكون طب إيش هانا استفدت من هاي الشغلة؟ يعني انا ليش عملت هذا الانتبليت بوتنشل هاي المصل هاي الهول مصاااا هون بس الانتبليت بوتنشل وهي الأقزون تير من اللي كان عامل الجونكشن شاء واضح؟ نعم هلأ هون صار عندي أنا الإيش الغريد بتانشيل اللي هو الاند بلايت بوتانشيل صح؟ الاند بلايت بتانشيل عبارة عن انتري أوف سوديوم آيون صح؟ هدول الآيون رح يصيروا يتحركوا بايدايركشنال يعادل لما يتحركوا على البوث سايد هون بيكون في عندي على المسل هاي كونسنتريشن أوف سوديوم فشو بيصير عندي؟ بيكون هاي كونسنتريشن B."Action potencial بيصير يتولد عندي action potential على ال.. bide reactionي بس لازم نعرف شغلي أنا ما بتولد عندي action potential عندي motor end plate بيصير عندي بس ال end plate potential التي هي the grade of potential ال action potential على ال autour ال Sesame Potential تمام؟ Oh potential أو motor end plate أوك شو كمام إلا نعرف؟ لم اتحدث لك أن الـ End-Plate Potential هذا مقارنة بالـ Exitatory Post-Synaptic Potential مقارنة بالـ Exitatory Post-Synaptic Potential صح؟ لما حكينا عن الـ Exitatory Post-Synaptic Potential قلنا أنه 1 Exitatory Post-Synaptic Potential يستطيع أن يعمل لي اكشن potential لكي يتميز الـ Threshold صح؟ صح هون الـ End-Plate Potential يعني بس سنجل بكفي انه يعمل لي حقاً حسناً حقاً. بكفي وكفي مطلئ مفتيات على كثير من الكثير من الجمال حسناً هناك حقاً 1 م Pulitzer 1 م Pulitzer 1 م Pulitzer حسناً على أكشن والأكشن حسناً بحكينا عن البوتيليونيوب توكسن ما تأكشن؟ هو نفس الـ بوتوكس انجيشن تبعوهم اللي يستخدمون بـ بلاستيك بروسيجرز. هلأ البوتيلونتوكسن هذا بيروح هذا التوكسن اللي بيطلعوا البكتيريا على الموتور وإيجابة الإكزوسيتوسيس إيجابة الريليز من الاسيتولكولين من الفيسيكلز فالاسيتولكولين ما بيروح على السينابتكي كليفت وبالتالي ما بيصير في عندي بايندين للنيكوتينيك رسيبترز فما بيصير عندي كونتراكشن للمسل عشانك بيصير فيه باراليسز للسكيلة المسل اللي بتكون انجكتد بايندين للنيكوتينيك هما إيش الوظيفة مننا بالبلاستيك سيرجيري أو بالبلاستيك بروشيزر إنه لما يصير عندي باراليسز بتصير المسل نتكونتراكتين فببطل في عندي رينكلز طيب الكورير الكورير إيش مشكلته سيرجا الكورير إيش بيعمل الكورير الكورير هذا كانوا يستخدموا زمان إيش يعملوا يجيبوا هذا الأرو اللي بيطلقوا فيه أوكي بالحروب أوكي بيحطوه على رأس السهم بيحطوه على كورير بعدين بيحطوه على التفايت يعني إيش الوظيفة منه إيش بيعمل الكورير بتبلوكس اللي هو الاسيت الكولين ريسابترز هو بلوكر زي إنه بيقعد مكان الاسيت الكولين بتبلوكس النيكوتينيك ريسابترز أوكي على المسل على المسل بالضبط فبصير في عندي ريليز الاسيت الكولين بس الاسيت الكولين فبصير عندي بردو وبيبول ضي من إيش ريسبيراتوري الديافرام is not contracting اوكي 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 اوه مش مهمة وفيه كمان كلينكال أشياء لازم نعرفها عن الاسيت الكولين والاسيت الكولين ستيريز انا في عندي دراجز هذول دراجز وضيفتهم انهم بروحوا تنهبت الاسيت الكولين ستيريز اوكي الاسيت الكولين ستيريز لهم فيزي ستجامين نوستيجامين I will provide you with their names اوكي هذول الدراجز اش وضيفتهم اوه انهم تنهبت الاسيت الكولين كولين ستيريز بصير في عندي هير concentration أوه اوه اسيت الكولين انا وانا وانا ايئبت الاسيت الكولين ستيريز انهبت الاسيت الكولين بالسيناتك كلب مور اسيت الكولين يعني مور ايكسيتشن مور ايش كنتركشن للمسل تمام؟ هذا الدواء نستخدمه لديزيز اسمه مايستينيا غريبس اللي هو الوهن العضلي بالعربي هذا الدزيز بيصير في عندي أنا باراليسز بالمسلز المسلز are not responding للأستيلكولين ليش they're not responding للأستيلكولين لأنه البيضي of the patient produces anti-burys against النيكوتينيك ريسبتر بيعطي اجسام مضادة على النيكوتينيك ريسبتر فبصير في عندي ريليز الأستيلكولين بس الأستيلكولين can't bind على هذول الرسبتر فبصير في عندي زي ايش weakness or paralysis بالمسلز تابعون هذول البيبول فمنعطيهم ايش استيلكولين sterease inhibitors زي فيزيوستيجامين or new stigamine تمام؟ تمام أكيد؟ امم لا التنتنت اشي تاني رح نحكي عن المحاضرة جزاي اشي فيزيولوجيك العادي مش disease اوكي هلا في تيتنوس disease اوكي بالمايكرو ايو بالبكتيريا هداك برضو بيعمل paralysis كله اريبين بعض اللي بيجي من ال wounds dirty wounds اوكي هلا هيك اللي انا شرحت لك ياهو شرحت لك كيف بيصير عندي asz ش tightion ل MS كيف الموتر ال病انة يعمل اكذيب بس ماهو كيف بيصير contraction ل MS بس ما عرفنا كيف بيصير expectation يعني احنا اخر اشي اشي cette طبعا كان action potential اب Learn اول شي بنا نشوف أو الهيستولوجي أو الاناتومي تبع SK هيا 열심히 Agreement الكاملة. اسكلة المسل المكونة من اكتر من فاسيكيولس. يعني group of فاسيكيولي. تمام? كلهم بيكونوا ايش عليهم شيت من كونكتف تيشو. اوكي? هلأ كل مسل فاسيكيولس فيه عبارة عن group من مسل فايبر. المسل فايبرز are arranged هيك parallel to each other. اوكي? مش يعني بشكل هب هزار. لا هيك اوكي? ذاكي انهم bundle of muscle fibers. البندل of muscle fiber هي ايش? فاسيكيولي. البندل of فاسيكيولي هي المسل. اوكي? اوكي. المهم ان هاي عندي المسل فايبر. اوكي? اللي هي one cell. مكونة من اكتر من نيوكليس. في عندها اكتر من نيوكليس. معنها one cell. ويوجول النيوكلياي بيكونوا تحت الممبرين تماما. يعني underneath the الممبرين. اوكي? اوكي. هلأ بدي اطلع على هاي المسل فايبر. ايش في جواتها? جوات المسل سل. في عندي like bags of protein. يعني زي organelle. like an organelle. اوكي. وهذا الorganelle برضو بيكون هيك cylindrical. اوكي. وهذا الorganelle عبارة عن bag of proteins. هاي هي. اوكي? this organelle بدي اسميه myofibril. هاي عبارة عن زي كيس من البروتين. اسمه myofibril وبيكون برضو بالطول. تمام? الميوفibril جواته proteins. مين هذول البروتينز? البروتينز عبارة عن filaments. اسمهم اكتر ان ما يوسن filaments. so مسلسل عادي فيها organelles like bags. والباكز هذول جواتهم اكتر ان ما يوسن. اوكي? هم proteins. اكتر ان ما يوسن. اوكي? على شكل filaments. على شكل خيوط. لو اشوف اطلع على high myofibril. هادي هي الباكز اللي قلتلك عنها هيك. اوكي? بطلع بلاقي فيها هيك areas. dark and light areas or bands. هذول هذول هم مكونين من ايش? من البروتينز. الاكتر ان ما يوسن. they form this pattern of lines. اوكي? طب ايش هاد اللاين? كيف نقدر نفهمه? خلينا نفهمه هون. اللاين هو عبارة عن thick and thin filaments. thick and thin filaments. اللي هم actin and myosin filaments. ايه سوري الاكتن هو thin. الميوسن هم thick. مش انا قلتلك البروتينز هم actin and myosin proteins. actin and myosin filaments. الميوسن filaments هم ايش? thick filaments. اوكي. والثن filaments هم الاكتن filaments. اوكي? هلأ. خلينا شوف كيف مرتبين هدولة الفيلمنز. بس لازم ارسم لك يا بشوف الاوضاحي. انا. اوكي? نرسم اول اشي من? thick filaments اوكي? هاي one thick filaments. وهاي تيجد حتى thick filaments. هاي thick filaments. هاي thick filaments. هدولة thick filaments اوكي? بعدين بيجي عندي شو? الثن filaments. الثن filaments بيجو هيك. هاي thin filaments. 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 اوكي? اه. ايش اسم الثن filaments? actin filaments. او ايش اسم الثن filaments? myosin filaments. تمام? هلأ. شايف الثن filaments. في عندنا like a vertical line. مكون من بروتين. بيعمل اتهافز الثن filaments. بيعملهم بالنص. اوكي. هاي. اوكي? هادا اللاين بدي اسميه z line. z line. اوكي? ايش بيعمل it halves thin filaments. هاي two halves. اوكي? فاهم. اما thick filaments برضو في عندهم line. بقسمهم من النص. هادا بسميه m line. هادا z اوكي? اوكي. اكيد? تمام. هلأ ايش كمان بدي نعرف. لو نتطلع على. نعم نتطلع هيك من ابعيد. او خلينا اعمل لك كمان thick filaments. كمان array of thick filaments. شان نفهم كل الاستراكشور. فيجي هون كمان thick filaments. هاي هون كمان thick filaments. اوكي. وهون ال m. بعدين بيجي هون light filaments. هيك الطوال. وهي كثمت. هاي z. تمام. هلأ. شو بنا نحكي. اه لو نطلع عليها من ابعيد لهاي. لو نطلع من ابعيد على هذا الاستراكشور. او هذا ال arrangement. رح نلاقي ان هاد هاي الجهة dark. صاح من ابعيد. وهاي الجهة light. اوكي. هاي الدارك اريا هاي كل اياتها. هاي. الدارك بسميها a zone. او اي باند. اوكي. اوكي. طب هاي الاي باند من ايش مكونة؟ بالضبط. thick filaments. يعني هي هي response to length تبع thick filaments. بس هي عبارة عن ايش؟ thick filaments و overlap مع thin filaments. صح؟ بس هي corresponds لايش؟ length تبع thick filaments. هاي هي مين؟ الاي باند. اوكي. كيف انا حبصها dark a a. second letter a. dark a band. اما التانية. اللي هي هاي. light area. هاي بسميها eye band. light second فهاي light area. هي عبارة only purely thin filaments. ما فيها اي thick. ما فيها overlap. الoverlap راح هون. صح؟ هلأ شايف بين two z lines هاد. between the two z lines. هاد بسميه كله sarcomere. which is ايش؟ functional unit the whole skeletal muscle. يعني this unit هاي. it can contract. فهي the smallest functional unit من or sub unit من skeletal muscle. حسنا. حسنا. هي smallest or shortest functional. sub unit of skeletal muscle. يعني شفت كل skeletal muscle مكونة من many fasciculi. و each fasciculi مكونة من many muscle cells. و each muscle cell مكونة من many myofibrils. و each myofibrils مكونة من many sarcomere. ما في اشي اصغر من starcomere. تمام؟ وهي band or zone between two z lines. هلأ اطلع كمان على ايش؟ كيف صار غامق؟ ها. نطلع على a zone or a band. حكينا في منطقة ما فيها overlap في منطقة فيها overlap. صح؟ فعشان هيك لو نطلع عليهم من بعيد. المنطقة اللي بيكون فيها overlap بتكون darker than the area اللي ما فيها overlap. شوف. هاي الصورة. النقى الثانية. ها. هاي ها. شوف. هاي ولا في واحدة اوضح؟ يا هاي. شوف هون هاي thick bands. هاي ها. شايف ها؟ اه. وهاي ال M line. هاي هاد ال M line. اوكي. شوف هون في عندي overlap. هادولا الثن. هاي منطقة ال overlap. شوف منطقة ال overlap. شوف منطقة ال overlap. أرغم من المنطقة هاي اللي بالنص. شفتها؟ هلاني. او يا يا يا. هاي اللي بالنص هاي. افتح. هاي كلها dark band. كل هاي dark band. بس فيه هون هيك thin band. يعني within the dark band. within the A band. اوكي. هاي كل هاي A band. وهاي A band. وهاي A band. هون بس في عندي ايش. ال A band. فيه بالنص. in the middle. اوكي. أو in the center. of the A band. في عندي باند صغيرة. ال color تبع highlighter شوي. تمام؟ هلا ايش هاي. هاي ال area اللي ما فيها overlap. only thick filament. اما اللي فيها overlap. هي بتكون كتير dark. اوكي. بس التنتين من ال A band. اللي هي dark band. اوكي. بس فين هاي lighter. اوكي. ايش اسمها هاي. البت. ال H band. اوكي. هاي ال H band. وال M line بيكون بنص. بال H band. لانه H band أصلا بنص. ال A band. اوكي. اوكي. اوهي حكينا عن ال� Z lines. اوكي. اوكي. هلا هيك افهمنا كيف. like. Corona. or frontal section. of a. of myofibril. بس لو انا امسك. myofibril هيك. واسمها. واشوفي cross section منها. ايش بتكون مكونة من فوق. رح نلاقي انه. في عندي. hexagonal. arrangement. of thin filaments. around each thick filament. يعني في عندي. thick filament. حوالين. وفي عندي. ستة thin filaments. اوكي. وفي عندي. يعني اكتر من thick filaments. بس كل واحد حوالينه. ايش? 6 thin filaments. ويصفي عندي حوالين كل- thin filaments ثلاثة thick filaments. شوف؟ هاييها. هاي thick filaments لحالهم. هاي thick filaments لحالهم. واخوالين كل. وهي thin filaments لحالهم. اوكي. حوالين كل حطم على بعض. بتصير حوالين كل thick filaments 6 thin filaments. هيا هاي اوضح شيء. كل هاي oùn thick filaments حوالينه ايش؟ اهاي. كل 1 thin filaments هايو هاد فيه ثلاثة اكيد؟ تمام بدي ايش كمان احكي لك في اشي ما حكيته عن اسد الكوين محكي لك يا هلا بس اول شي خلاص موضوع الارانجمنت هلا فيه بروتين هلا ما حنستفيد منه بهاي المحاضرة بس خلين نحكي لك عنه هلا اسمه تايتن هادا أكبر هجم بروتين لحاله هادا التايتن البروتين هادا وظيفته انهه تقفز المسل يتقفز المسل تقفزه الاستيسيكي تتعلمش انه لنستطيع المستطيع لنستطيع المستطيع 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 مثل البالون، كيف تنفخه وتنفخه وعندما تتركه، بعمل ليك وريكوين هذه الالاستيسيتي فهذه الالاستيسيتي، وهو تايتن وين بيكون موجود؟ هذا تلينكز الزي لاين بالأم لاين، اوكي؟ فهاي أنا في عندي، أنا حاولت أرسمه، بس لا أسمع غلط فيه، في شغلة غلط فيه، رحكي لك إياها وهي هاي الزيد لاين، اوكي؟ هاي الزيد لاين، وهي الام لاين، اوكي؟ هلا، هذا التايتن، أنا غلط إني رسمته من هون لهون، هو لازم من الزيد لاين للأم لاين، هيك آآ، الأصفر، أنا كنت فيه، هو تاكس like a spring، اوكي؟ هاي، ماشي؟ وإيش بسميه؟ بسميه بسميه بارلل كومبينت أوب إلاستيسيتي اوكي بارلل، رح نفهم لحضر جاي ليش بارلل، لأنه في عندي سيريز، كومبينت أوب إلاستيسيتي، بس إتجيبز بارلل إلاستيسيتي للمصر الفايبر، اوكي؟ اوكي هلا، بدنا نروح نحكي عن هدول الفيلمنت بالظبط، يعني نشوف المايكروستركتور تبع هدول الفيلمنت، أول إشي، الثيك فيلمنت، الثيك فيلمنت مكونين من بروتين اسمه ميوسن، بيورلي ميوسن، الثيك فيلمنت، أورلي، أونلي ميوسن، اوكي؟ هلا، كيف شكل المايوسن؟ المايوسن مكون من 2 بروتين سب يونت، اوكي؟ يعني إيش كان اسمه داي، 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 داي ببتايد، هيك، يعني المهم 2 سب يونت، اوكي؟ هاي مهدور 2 سب يونت، ويكونوا ايدنتيكال نفس الاشي، بيشبهوا بعض كتير، الـ 2 سب يونت، اوكي؟ الـ 2 سب يونت، اوكي؟ الـ 2 سب يونت، ايش مكونين؟ كل واحدة منهم إلها هيد، 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 اوكي؟ الهيد، كل هيد في عنده 2 بايندينج سايت، 1 بايندينج سايت للـ ATP، والـ other بايندينج سايت للـ actin، بروتين، اوكي؟ فأنا عندي كم اكتن بايندينج سايت على الـ these 2؟ اوكي؟ 2، ولا الـ ATP 2، اوكي؟ ايش البايندينج سايت تبع الـ ATP؟ ايش هذا؟ البايندينج سايت تبع الـ ATP بيسميه ATPase، يعني هو it has an ATPase function. ايش الـ ATPase؟ ATPase يعني الـ ability to bind ATP and rapidly hydrolyze it into ADP and phosphate. and to use the energy of hydrolysis. اوكي؟ 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 فهو عنده القدرة انه فتت الـ ATP لـ ADP and phosphate عشان يخزن انرجي في الميوسن. اوكي؟ 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 هادا بالنسبة لـ الميوسن، ايش كمان نعرف عن الميوسن؟ انه هم الـ tails بيكونوا اهيك عاملين مع بعض، انترويند مع بعض، اوكي؟ وبنا نعرف انه الـ two heads مع شوية جزء صغير من these two tails بسمي هاد الاشي cross bridge. اللي هم الـ heads مع شوية بس الـ proximal port من الـ tail. اوكي؟ تمام. هلا شايف الـ ATPase هاد؟ اول ما يرتبط فيه الـ ATP ويعمل هيدروليسز وتتحول الـ ATP into ADP and phosphate. هاد الاشي بيعطي الميوسن هاد انرجي. هاي الانرجي تتحول القوة او القدرة الـ ability to bend. فهو once it hydrolyzes الـ ATP into ADP and phosphate it binds. بسير بكون شكله هيك نايم. بعدين لما يصيد ياخد ATP ويصيد ADP and phosphate بعمل هيك بايند. اوكي؟ 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 بيطعج حاله. اول ما يعمل هيدروليسز للـ ATP. يعني لما يكون الميوسن هادا عامل هيك مطعوض معناته انه it is energised يعني. اوكي؟ فيه انرجي. اوكي؟ اوكي؟ وبكون اتاتشت او bound to ADP and phosphate. تمام؟ تمام. اوكي. هلا نشوف الـ actin or thin filaments. ايش الـ thin filaments؟ من ايش مكونين؟ هما بكونين primarily من الاكتن. بس مش not only actin. مش زي هناك only mucin. هون لا الاكتن filaments primarily من actin. but there are other proteins. اوكي؟ الاكتن is a globular protein. meaning that it is spherical. it is spherical. اوكي؟ اوكي. يعني هيك زي الكرة. هايو. فبسميه منه globular protein G-actin. G-actin. تمام؟ هايو. الجي ااكتن. كل جي ااكتن عنده ايش؟ binding site للميوسين or tropomyosin. هيك احبازها. or tropomyosin. يعني this site can bind to myosin or another protein called tropomyosin. تمام؟ طيب هادا بالنسبة لالجي ااكتن. في عندي كمان 2 proteins موجودين بثن filaments. اللي هم tropomyosin and troponin. تمام؟ التropomyosin can is bind to this binding site. اللي هو يعني هو باسيكلي للميوسن. بس التropomyosin can bind to it. تمام؟ اذا هاي حكينا عن tropomyosin. it can bind مع الاكتن. تمام؟ ثالث نوع اللي هو troponin. التroponin عنده مكون من ثلاث اجزاء. اوكي؟ واحد بسميه C-troponin. واحد بسميه T-troponin. واحد بسميه I-troponin. تمام؟ C-t and I. تمام؟ التroponin هادول الparts تابعونه كل واحد منهم بيرتبط باشي. التroponin it binds to calcium. C-troponin it binds to calcium. تمام؟ الت troponin it binds to tropomyosin. which binds to actin. تمام؟ رح حكينا عنه. التropomyosin. والI it binds to ايش؟ اكتن. ما ضل غير الاكتن. تمام؟ إذن C-t and I. تمام؟ هادول الbinding sites الموجودين على التroponin. تمام؟ أو الbinding subunits يعني تابعون التroponin. اوكي؟ هاي التroponin شوف كيف مكون من ثلاثة subunits. واحدة C بترتبط بالكالسيوم. واحدة T بترتبط بالتروفوميسن. هايو. حسنا؟ اوكي؟ اوكي. اوكي. هلا لو نشوف كيف ترتبين هدولة بالثلاثة. هاي الثلاثة. اوكي؟ اللي هو برايمريا من G actin. صحيح. لما انت تجيب G actin كتار كتار. مع بعض مع بعض. يعني they polymerize. الـ polymer اللي بتكون بسميه F-Actin. إذن F-Actin هو polymer of G-Actin. تمام? Only. بس F-Actin is not a thin filament. Thin filament هو F-Actin plus troponin plus trochomycin. تمام؟ فهي التروPonin شوف كيف بيكون مرتبطوا هاي التروPomycin bound على إيش الـ binding sites تابعون التروPomycin or myosin صاح؟ شوف ايش بيصير معنا؟ In a relaxed muscle بيكون هيك الـ arrangement. تمام؟ لما تصير المسل اكتف او تصير excited وبدها تعمل contraction لازم يصير فيها كالسيوم. لازم تلاقي انه جوات المسل ماني ماني كالسيوم ايون. اوك هلا رح حكي لك مين رح يجوب. الكالسيوم لما يكون حوالين هاد الـ structure شو بيعمل؟ بيرتبط بـ وين بيضب؟ C-Troponin صح؟ بيرتبط بـ C-Troponin صح؟ لما يلطبط بالـ C-Troponin C-Troponin pulls الـ tropomycin من الـ binding site على الأكتن. يعني الـ binding of calcium على الـ troponin exposes هادول الـ binding sites. تمام؟ الكالسيوم بيقعد على الـ troponin C بعدين troponin C once it binds to calcium it pulls yeah pulls what؟ من الأكتن. حسنا عشان هادول الـ green binding sites يصيرو exposed so that can bind to these تمام فإذاً لما يصيروها دول الأريا زيهم exposed الميوسن بروح باش برتبط من الهيد تبعه مش صح حكينا actin binding site و ATPase site هاي الاكتن binding site برتبط بهذا تمام هاي بس لازم يجي الكالسيوم عشان يرتبط هلا الميوسن احنا حكينا انه في عنده ATPase site صح وهذا الATP site اول ما يرتبط بATP اول شازم يرتبط بFresh ATP بعدين split it into ADP and Phosphate رايت واش بيعمل بيكون عامل هيك بنت بيكون بنت لما يكون انرجايز تمام هلا هو عنده ADP and Phosphate وعامل هادي البنت البنت status مثلا اوكي ووجه الكالسيوم وصار في عندي هدول الميوسن والميوسن now has energy صح فقو عامل ايش بنت فعشان هيك بروح برتبط بالبايندينج sites اول ما يرتبط بالبايندينج sites ايش بصير it releases الفوسفيت تبعته و الATP بصير خاص بير ما فيه علي اشي تمام اه طيب هادا لما يرتبط اوكي ارتبط الميوسن لما ارتبط انا شو استفادت ايش عامل لي لما يرتبط الميوسن it bends ايش forward اكتر ليش pulling الثاني فلمنت to the center عشان تفهمها شوف هاي المايو الثيك فيلمنت هاي هم اوكي الثيك فيلمنت وهوم فيهم دول المايو سنهد هادول ذي ايش they bind لاثن فيلمنت وبعدين ذي ايش pull to the center pull الثن فيلمنت للسنتر لانو هيك بيعملو اوكي هلا رح وارجيك فيديو اكتر بالضبط يعني هاي الجملة مين بالمية يعني very very precise مور اوبرلاب بصير مور اوبرلاب تمام هادول الثن فيلمنت بيروحوا توير the center اكتر تمام طيب هادا الاشي it results in ايش this more overlap results in what بصير في عندي shortening للباند و changes باللنس تبعهم صح اوارجيك كيف شوف هاي ها هاي كتير الرسم حلو هاي الهيدز اوكي هاي هم ارتبطوا عملوا الارتباط هاد طبعا لما انا احكي لك cross bridge حكيت لك الهيدز مع proximal part من التيل تمام فانا بدل ما احكي لك الهيدر طبط بالthin filament ممكن احكي لك the cross bridge the myosin cross bridge binds to thin filaments or acting filaments and pulls it ايش closer تمام او pulls them closer بالضبط تمام هلا شو كنت بدي احكي اه this movement اللي هي لل center بسميها ايش power stroke تمام الpower stroke اللي هي ال pulling او bending of the bound myosin the bound myosin to the center عشان يخلي thin filaments closer تمام ويصير more overlap هاي كل هاي الشغلة بسميها هلا حكيتها power stroke تمام اوكي والpower stroke وانا it result انه more overlap تمام لما يصير عندي انا more overlap ايش رح يصير في eye band eye band هاي اوكي اللي هي area of pure pure بضبط pure edge thin رح تصير اصغر بضبط انه صار تهيك دخلت لجوه رح تصير هاي اصغر eye band تمام طيب شو رح يصير بال ايش كمان ال H band مش صريح ال H ال H بالضبط لش رح تصير shorter لانه هي كانت pure ما يصن لحاله بالضبط بالضبط لما قربوا ع بعض قال ال pure سأثار الoverlap اكتر فقال pure thin وال pure thick صغره فال pure thin اللي هو eye band صغرط وال pure thick اللي هو ال H band صغر طب شو اللي شي اللي يضل زي ما هو ما تغير طوب ال A because the thick filament is not بالضبط ما رح تتغير هي ال A بتمثلي انا حكيت لك it corresponds to A to the length بالضبط فما رح يتغير length تبعهم اوكي ف هاي A band ما رح يتغير طولها حتى لو صار overlap more overlap I don't care المهم هاي ما تغيرت ما كانا ما تحركت اوكي وال I band ال I band حكينا عنها هاي I band shorter ال A band نفس الاشي وال edge zone بتصير shorter تمام تمام هذا كله this results in ash shorter sarcomere صح ال Z lines سيحصيرو closer لبعض shorter sarcomere طب shorter sarcomere results in ash shorter بالضبط بالضبط step by step أول شي shorter sarcomere shorter myofibrils shorter myofibrils يعني shorter muscle fiber right fiber بعدين مانا ماني 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 muscle fibers بيعطيني muscle صح المهم بني أدي result بالنهاية انه muscle contraction and shortening تمام okay okay and this okay yes got it power stroke يعني ايش الاشي رح يعمل halt or end this this contraction لازم تصير فيه شغلة عشان المسل الميوسن sorry myosin return back to its relaxed state صح لا مول الالاستيك بالعقل انه يصير فيه عندي over contract or stretching okay بس لا ايش الاشي رح يخليلي الميوسن هلأ يفك عن الاكتن عشان لازم يرجع الستيط تبعته اللي هي before contraction اللي رح يصير لازم انه الATP موليكول تيجي ترتبط بالATP which is now available مش صح احنا حكينا اول ما ارتبطت بالميوسن وعملة تيكا pulling او or bend حكينا it releases ايش الADP and phosphate صح لما طلع الADP والphosphate خلاص صارت عام لك contraction وهيك صارت المسل هيك short لازم ترجع ترتبط الميوسن ATP again fresh ATP once it binds to a fresh ATP relax رح ترجع لوضيحها الاصلي تمام ف ATP is important لشو relaxation very important relaxation تمام طيب هلا اول ما ارتبط الATP والميوسن رجع لشكله الاصلي ايش رح يعمل بالATP hydrolysis صح hydrolysis بصير ADP and phosphate وبعمل ايش اللي بالأول تمام وبصير energize بعدين ايش بعدين هلا صار عنده energy if still في عندي انا calcium وستل الباين باين 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 بعدين ترجع ATP ترتبط في الميوسن بعدين يرجع الميوسن لشكله الاصلي بعدين until الكالسيوم runs out can I keep going back and forth بالضبط 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 الجملة حكيتها ميب المية صح رح يضل يعيد يعمل cycles of cross bridging and power stroking بعدين لحديت ما الكالسيوم يخلص يبطل الكالسيوم موجود حوالينا لانه the presence of calcium determines the duration of contraction وحتى كمية الكالسيوم هي اللي بتحددلي strength of contraction كل ما كان عندي كالسيوم كتير بيكون tension في الموصل اكتر تمام فأنا رح يضل عندي binding of myosin على actin و shortening طول ما عندي كالسيوم و ATP عشان نضل نعمل relaxation تمام ففي عندي كالسيوم بصير عندي exposed sites for myosin في عندي ATP بترتبط بالmyosin الميosin بعمل hydrolysis بصير energized بروح برتبط في الاكتن لانه في عندي exposed sites بعمل contraction لازم تيجي كمان ATP to relax this shortening بعدين تيجي ATP برجع شكل أصلي بعمل hydrolysis ATP برجع برتبط بالexposed sites وهكذا مني مني cycles بعمل shortening of the whole muscle تمام مش one twitch صغيرة أو one shortening لازم كثير وراء بعض كتار كتار تمام هل هيك احنا خلصنا شو contraction تبع المسل اذا احنا شرحنا excitation تبع المسل والcontraction تبع المسل صاح تتذكر excitation اشكان action potential influx of calcium ions بعدين صار في عندي bi-directional propagation of action potential صحيح صحيح الinflux of calcium in the EG هل هذا لا يوجد مع المسل contractual ما له علاقة هذا كان بالpre-synaptic neuron لنصير عندي exocytosis لسه ما تجب نصير اي كالسيوم في المسل صح صح هلا رح نحكي عن ليش حكينا اذن عن contractual وعن excitation هلا بدي أحكي عن coupling between أو link أو relation بين excitation and coupling كيف excitation will result in a contraction كيف هذا نحكي هلا تمام هلا هلا بسمي excitation contraction coupling هلا عشان نعرف excitation contraction coupling لازم نعرف كمن microstructural features في skeletal muscle fiber اللي skeletal muscle cell اوكي skeletal muscle fiber هي cell وفيين ده plasma membrane plasma membrane بسميه sarco lemma sarco lemma تمام هاي sarco lemma طبعا skeletal muscle fiber فيها invagination هيك هيك زي اشياء اشياء هيك يعني invagination مش عارف تب اللي اشتايلها فهمت علي زي grooves اوكي هدول grooves وين بيكونوا لل cytosol يعني كتير داخلين toward center of the cell تمام وجايين من وين كنت نسمع plasma membrane يعني to be precise اكتر ما بتكون هيك شوف كيف بتكون هيك هو plasma membrane high concentration of receptors or channels that are voltage sensitive اللي هم voltage gated channels اوكي في عندو high concentration منهم او especially بالT tubules في عندو high concentration of voltage gated channels هدول voltage gated channels بسميهم dihydroperidine receptors اوكي or channels dihydroperidine receptors اوكي اوكي هم اللي هم اسم ثاني ولا شوف لك هم لا مو هدول هدول اسم dihydroperidine receptors اوكي وهم voltage gated وموجودين خاصة على ال invagination which are T tubules اوكي وكمان الشغلة مهمة بالسكلة المسل fiber انه endoplasmic reticulum تبعتها اللي اسمها sarcoplasmic reticulum بتكون كتير diffuse اوكي وكتير كبيرة وتكفرز الباندز هدول والمايو fibrils وتكفرز ال a band وتكفرز ال i band هيك بتكون كتير extensive السارcoplasmic reticulum تمام والسارcoplasmic reticulum تبعت السكلة المسل تكون 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 كمية كبيرة من الكالسيوم ايون وذين اتجواتها اوكي فهي كتير extensive وهي كمان فيها كتير كالسيوم مين هاي السارcoplasmic reticulum هي endoplasmic reticulum of a skeletal muscle اكيد اه تمام هاي هاي الصفرة اوكي هاي السارcoplasmic reticulum قولنا كتير موجودة تسراونز الباندز تبعون ال skeletal muscle ولازم تعرف كمان انها بتكون حوالين T-tubule بتكون هيك عاملة بلج منفوخة حوالينه يعني لما تشوف كل T-tubule بتلاقي انه ال endoplasmic reticulum هيك منفوخة swollen تمام هدول ال swollen parts من ال endoplasmic reticulum which are حوالين close to the T-tubule بسميهم ايش lateral sacs lateral sacs lateral sacs or terminal cisterna حسنا 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 فهدول هيا شوف ها الرسمة هاي كلها يعطها one cell one skeletal muscle حسنا وهدول myofibrils اللي فيهم اكتر ان myocene حسنا حسنا هدول هاي ال endoplasmic reticulum هاي طلع كيف تسراونز كل هدول ال yellow شوف كيف هون عاملة هيك swollen شوية عند T-tubules هاي T-tubules or the transverse tubules اللي هم ايش كنتني واسمع اللي صار كل اما مع اللي بلازم الممبرين تمام وهون فيعنا high concentration of dihydroperidine receptors صح اللي هم voltage gate rate receptors هلا السار كل اما حكينا عنها شغلتين قلنا انها كتير كبيرة وهيك وثانا اشي انها تستورز وحتى تالت اشي حكينا انها عاملة ساكس or cisterna terminal lateral ساكس حولين titubules صح هلا كمان شغلة اخيرة بدي احكي عنها انه عندها على الممبرين تبعها الممبرين تبعها مش الممبرين تبع السل تبع الساركو بلازم في عندها على الممبرين receptors or channels اللي هم calcium channels تمام calcium channels اسمهم food proteins or اسمهم rayanodine receptors rayanodine receptors اهم من ريانodine receptors دولة channels calcium channels موجودين على الساركو بلازم كريتاكيلم كمان شغلة موجودة على الساركو بلازم كريتاكيلم هي عندها high amount of calcium pumps هدول الكالسيوم pumps they pump الكالسيوم من وين لوين from the cytosol to inside the sarcop بلازم كريتاكيلم عشان هيك تستور الكالسيوم ايون اوكي ف التاكس الكالسيوم من السايتوزول من السايتوزول بتدخله على جواتها على الهي نفسها اوكي اكيد اوكي في سؤال حسن اسأل هاي هون في اوضح زمن انت تقولين السايتوزول يعني السايتوزول يعني هي باورغانيل بالمسل سل تأخذ الكالسيوم من المسل سل يعني لو بدأ أرسم لك ياها simplified أكتر هاي السل عادي مسل سل في عندها ايش سايتوزول كريتوكيلم زي اي سل في عندها ماني نيوكلي 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 في عندها استركترز اسموهم ميوفايبريلز في جواتهم اكتر تمام هاد بشكل سمبل هاي هاي السايركوفلازمي كريتوكيلم شوي اكستنسب جاي بتمر كتير بالسايتوزول هيك بتعبك كل البارس تبع السايتوزول سايرون ايش هادول الميوفايبريلز هاي هاي ميوفايبريلز السايركوفلازمي كريتوكيلم في جواتها كالسيوم السايركوفلازمي كريتوكيلم في علي الميبريل تبعها ريانوديين ريسابترز وفي عندها بومبز هادول البومبز بومبز الكالسيوم موجود في السايتوزول إلى الإنسان اللومن لإمكانه طيب هلأ خلينا نشوف هاي الرسمة هاي الرسمة جاي من مسلسل طلع هاي هاي ايش هاي صح هاي زي من البلازمة في عنده ايش قلنا لا البولتج بس اعرف البولتج جايرенной للتشانلز اسمهم داي ايضروفرادين فردين هاي مين؟ الساركوبلازم كراتيكيلم هاي هاي نافخة عاملة شوية بيكونون جنب استحرق حتى هاي منسمي هون عنا ساركوبلازمي كمان ساركوبلازم كراتيكيلم وهي التى تى اليسام وهي التى تي تى يبيل هادول مع بعض نسميهم تريئاد أو اسكيلة المسل يعني لما نشوفهم بالهستولوجي مقول هذا هو سكيلة المسل يوجد انفاجيات والانفاجيات يتعامل من 2 بلجات وهذه 2 بلجات وهذه 2 بلجات تبعت السكيلة المسل فهذا رياض فهذا رياض فهذا رياض من السكيلة المسل 2 لاترال ساك كالسيوم تشانل صح؟ يكونوا ملتقى أو ميكانيكلي بي الديهجروبريدين تبعون البلازما ميمبرين يعني مش صح هدولة 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 هي في خط فيزيكلي ماسكين أو باوند يعني أو لينكد نحكي مع الكالسيوم تشانل تبعون ساركو بلازما كريتكيلة زيك انهم ماسكين الدور تبعتها الدور الباب وانس انه هدولة الفلتج غير للشانل يصيرلوا اكتب لما يصيروا اكتب لذي ايش او باوند الكالسيوم تشانل when they open the door الموجودين على ساركو بلازما كريتكيلة بيصير عندي ايش من الساركو بلازما كريتكيلة لسايتوزول لأنه ساركو بلازما كريتكيلة فبطلع بسفل عادي بطلع من الساركو بلازما كريتكيلة انه صار يطلع عندي الكالسيوم من السيتوزول مين بيشتغل البومبس اللي موجدين هون؟ These pumps, they pump الكالسيوم من الباك بالزبط تمام؟ مفهوم؟ طيب هلأ نشوف صار عندي اكشن صار عندي اكشن وهنا هون كالسيوم انفلوكس عمل لي اكزو سيتوز للأسس الكولين على الريسبتر تبعونا بالاند بليت تمام؟ وصار عندي هون قاعدة بينتقل عمل لي اكشن بتنشل هون اكشن بتنشل بالسكيلة المسل الاكشن بتنشل بالسكيلة المسل نفس تبع النيورون يعني فيه اختلافات بسيطة بس انه عادة بالبداية انفلوكس عادي تمام؟ أصلا النيكوتينيك ريسبتر كانوا سوديوم آيون عملو لي الديبولاريزيشن الديبولاريزيشن قاعدة بتنتقل بايديركشنالي بعدين بيوصل لها وبيعمل لي اكشن بوتنشل فانا هون تولد عندي اكشن بوتنشل تمام؟ قاعد بيتحرك على هاي السكيلة المسل فيبر تمام؟ اللي هو ايش انتري اوف كالسيوم سوديوم آيون لما تدخل السوديوم آيون بسبب هاد الاكشن بوتنشل مين رح يتأثر؟ مين بالضبط فيها يعني؟ كل الممبرين رح سيكون ديبولاريز صح؟ لانه في عندي اكشن بوتنشل قاعدة بتنتقل صح؟ مين بالضبط في الممبرين او part of the membrane are these invaginations صح؟ فهم رح يصيروا ديبولاريز رح يمرؤ فيهم عادي اكشن بوتنشل يمرؤ فيهم عادي زي ما عم بصير على كل الممبرين تبع السل لما يجي فيهم الاكشن بوتنشل هو عبارة عن تريجرينج لديهيدروكيليد ريسبتر لانه هم عبارة عن ايش؟ بولتج جايد ريسبتر صح؟ فهم بصيروا اكتف لما يصير عندي اكشن بوتنشل عندهم تمام؟ بصيروا اكتف لما يصيروا اكتف ايش بعملوا؟ بفتحوا الباب تبع الريانوديد ريسبتر ايو بضبط الريانوديد ريسبتر تبعون ساركو في لازمك لتك فيلم فبيدخل الكالسيوم تمام؟ عرفت كيف بصار فيه كوبلنج بين الاكشن بوتنشل هون مع الكالسيوم فلوكس؟ هل الكالسيوم طلع من الشانلز تبعونه صار عندي هاي كالسيوم في السايتوزول صح؟ الكالسيوم وين رح يروح هلأ؟ حيروح على التروفو نين صح تروفو نين سي بروح برتبط فيه لما يرتبط فيه بصير في عندي اكس بوجر لبايندين سيتستبعون الميوسن على الاكتل وبصير في عندي الفاور ستروك والتلتنج كل هاي الثيوري اللي بتفسر لي كونتراكشن بمصل بسميها سلايدنج ثيوري ليه؟ لأنه صار في عندي سلايدنج الميوسن وخلالي الثين فيلمن سيصير كلوزر مع بعض هاد الاشي بسميه سلايدنج ثيوري تمام؟ افهمت الكابلين كيف صار صح؟ ممتاز هلأ في اشي كلينيكل بصير اللي هو الواحد أفتر دهف يعني الله يحمينا كلنا بعد الدهف بعد أربع لخمس ساعات أو أقل حتى حتى كنا نشوفها لما كنا نداوم فرنسك بتحس على الديد بادي يعني بيكون كونتراكشن كل شيء كتير سباستيك أو كتير مجدود ايش السبب؟ ليه؟ لأنه هاد الشخص ما بقدر يعمل اي تي بي فشو بصير عنده؟ فيرسلي الميوسن تبعونا هما بيكونوا انرجايز أريدي بفور دهف ليش بيكونوا انرجايز؟ لأنه كان في عندي اي تي بي بفور دهف صح؟ وهادي الاتي بي ارتبطت في الميوسن صار في عندي هيدرولاساساس وعمل شوية بندنج وهلا عنده اي دي بي انفرسبيت وانه ينتظر لكالسيوم لكالسيوم عشان يصير في عندي سلايدين صح؟ صح هاد الشيء بيصير عادي نورمالي هلا الشخص هاد مات وهو الميوسن تبعونا بكل جسمه انرجايز تمام؟ نورات 3-4 ساعات يصيرو كالسيوم ستورز يصير الكالسيوم فبصير الكالسيوم يعبي كل الخلايا لأنه البومب يعني ببساطة البومب لا يعمل البومب يحتاج اي تي بو فبصير ليكش للكالسيوم بيطلع الكالسيوم ويعبي السيتوزول الكالسيوم شو رح يعمل؟ يعمل إكسبوجر له أيو بياندين مع تروفورين إكسبوجر له السيتس فبعدما يصير هذول السيتس إكسبوز رح يصير في عندي إيش؟ بايندينج أو ميوسن عليهم الميوسن رح يعمل لي الباور ستروك مع أنه شخص دد بس لأنه قد أصلا الميوسن صح؟ فبيعمل لي إيش؟ الشورتنينج لكل المسل تابعونا ويصير كل المسل تابعونا المفروض لو أنه هذا الشخص عايش أنه تيجي كمان ATP ولما تيجي كمان ATP يصير فيه ريلاكسيشن بس هو هذا الشخص ميت فما رح يصير فيه كمان ATP فبيضلوا المسل تابعونا فبيكون شخص كتير ستفه وميت لأنه ما فيه ATP يعني لأ هيك بلا يكون عامل هيك كل المسل حتى إذا أنت بتفك ريجر مورتس هاي إيش اسمه ريجر مورتس هو الشخص بيكون المورتس يعني مورتم ايوه اللي مميع بالضبط ريجر لأنه بيكون كتير رجد طبعا هي بعد 12 ساعة خلص كل شيء بيصير فيه عندي ديغريديشن أصلا للأكتن والميوسن كله بيتحلل فبيصير الشخص ريلاكس بعد 12 ساعة اوكي؟ فهي تريد من 4 إلى 12 ساعة انت لما تشوف مثلا تروح على جريمة مثلا وتكون فيه ومش عارف متى مات اوكي 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 كيف بيصير عندي ريلاكسيشن بمسل اوكي اوكي مش بس على الليفل الاكتن والميوسن بيصير ريلاكسيشن للمسل بيصير لما يبطل عندي استيميوليشن لهذه السكيلة المسل يعني طول ما الاسيت الكولين ريح يضل عندي انفلكس والانفلكس يعملي اكشن روحوا على الانفاجينيشن ويطلع عندي الكالسيوم ويرجى عندي موجودة لبينيشن تصير عندي هو الأسات الكولين ستيريز. تمام؟ فالأسات الكولين ستيريز بيعمل هيدرولسيز or inactivation للأسات الكولين وذيس كونتريبيوتس بإنه بوقف لي الكنتراكشن. صح؟ تمام. كمان شغلة مهمة كتير بإنه يصير ريلاكسيشن للمسل هو إنه أنا الأهم إشي بالمسل الكنتراكشن إيش هو؟ يعني إيش أكتر مسبب لالكنتراكشن مين المين؟ the terminus لالكنتراكشن. duration or intensity كالسيوم بالضبط الكالسيوم. فأنا الـ pump تبعتي تبعية هاي تبعية الـ sarcoplasmic reticulum هي كمان مساهم أول ومين حتى مين كنتروبيوتر لإنها تعمل ريلاكسيشن. لو إنه هاي المسل، سوري pump مش شغالة defective مثلاً. ورفيها ميوتاشن معينة وخربانة. الكالسيوم رح يضل بالسيتوزول. صح؟ بعد ما ييجي هنا الـ receptor they open ويطلع الكالسيوم هي صار معين the high concentration of calcium high concentration of calcium. رح يضل في عندي إيش؟ الـ contraction. رح يضل في عندي exposure لـ myosin binding site. لازم هاي السارcoplasmic reticulum pump اللي موجودة عليها يتضلها تدخل الكالسيوم أول بأول. تدخله جواتها. فإحنا نقلل ويردوس الـ amount of calcium in the cytosol in order to relax المسل. تمام؟ نعم. لو كان هلأ السارcoplasmic reticulum قاعدة بتسحب كالسيوم لجوه وكالسيوم لجوه reducing amount of calcium بالسيتوزول contributing to relax the muscle or بتهيئها لـ to relax. وبس بنفس الوقت كان في عندي أست الكولين عادي في عندي أست الكولين binding to nicotinic receptors وفي عندي هون رح نضل نفتح الدور ويضل يطلع كالسيوم 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 وها يدخل بس عادي يضل يطلع ويدخل ويضل يطلع طول ما الأست الكولين لما يبطل أست الكولين ويبطل في عندي هون هذا الكالسيوم اللي هو عم يطلع من السارcoplasmic reticulum رح يصير له من البومب والبومب هي هي اللي أنهت لنا الـ contraction تمام اوكي هلأ إذا أنا بدي contraction كتير طويل معاناته بدي أخلي الكالسيوم كتير طويل صحيح كتا فعنا وإذا بدي contraction أصير بدي الكالسيوم مدة أصيرة صح؟ هاي مهم أنه معلومة للمحاضرة الجديدة بس هنا ذكرتك فيها أنه الكالسيوم هو الـ الـ والتنشن كمان تمام؟ هلأ فيه كم الشغلة سهلين كتير مقارنة بالحكينا رح أحكي لك إياهم أول شيء إنه الـ اللي بيصير بالسكيلة المسل كتير بيشبه الـ اللي كان يصير بالنيورون الحمد لله مش صعب يعني سوديوم إنفلوكس بعدين بوتاسيوم فايرينك فيز سام ايديا هايوه بس إتسلايكلي لونجر يدوب نتفي لونجر يعني هداك كان من نصف تو ون ميليسكند هاده فرم ون تو ميليسكند لجوريشن تمام؟ بالسكيلة المسل مش بالموتر نيورون بالسكيلة المسل أقصر أقصر شوي تمام؟ وإيش كمان كنت أحكي؟ مدته من واحد لاثنين ميليسكند طيب مدته من واحد لاثنين ميليسكند افتر ذيز تو ميليسكند إيش صار عندي أنا بالسكيلة المسل بس صار عندي بس هاي الانتري ما يجب عليك تعمل؟ يجب عليك تقوم بإيش الانتريج المسل ثم بعدما أعمل تقوم بإيش الانتريج يجب علي الانتريج يصبح عندي يدور على التروفونين يمسك التروفونين في عندي مدة طويلة لحد ما يبلش وإنيشيات الكنتراكشن هاي الانتريج ويبدأ الانتريج الانتريج تمام؟ هايها الليتن بيريوط هي الانتريج وانتريج تمام؟ وإيش اللي ديوليشن تبعتها؟ مش كتير يعني إذا هاي 1 ميليسكند يعني جوزة خمسة ميلي ساكنز بس يعني ليتن بيريد أصيرة يعني ما ما بتتعدى الخمسة ميلي ساكنز اوكي اقل من خمسة ميلي ساكنز تمام هلا بعدين بعد ما انا صار في عندي ستارت للكنتراكشن الكنتراكشن من اولها بيكون بس من ون باور ستروك صح صار عندي هيك بعدين رابد لي ما يوصن رح يعمل اتاتش باور بايندين تواناثر اي تي في واناثر شو باور ستروك بعدين سايكل صحة باور ستروك ولبعض تمام بعدين ساابعed Просто يعملوا المتجولة علا Buchístera أو المتبعي علي كن تسروكة ور instance ، يجب ان تحملوا المتجولة لمن المتجولة markedين شيخ ميلي وشر مستُمكن وهذا الأشي يعمل أكثر بالتنشن أو يعني الانتنسيتي أو الباور أو الفورس طبع الكونتراكشن لحديد ما نوصل الماكسيما الأفكت بالضبط من الساركومير بعدين كمان السمور الأكتر يعني كوميوليتف أفكت فهي بصير كتير شورت فهي بصير في عندي بيريود بين البداية الكونتراكشن لا حديد إيش الماكسيما الأتنشن بالكونتراكشن هاي بسميها الكونتراكشن تايم وهاي يعني تقعد تقريبا 20 ميليساكن يعني من 15 ل يمكن 50 أو من 15 ل خليقوا 15 ميليساكن to get maximal maximal shortening of the muscle تمام تمام هلا بعدين بعد ما أقصت لآن الماكسيما المسل لازم تعمل ريلاكسيشن صح؟ هاد الريلاكسيشن شو سببه؟ سببه إنه we stopped stimulation من الأساتف كولين وبعدين البمب صارت تدخل كالسيوم again into it صح؟ كل هاد بردو it needs time وتاخد بردو من 15 ل 50 ميليساكن وهاد بسميه الريلاكسيشن تايم اللي هو الماكسيما الكونتراكشن or the onset of relaxation الاتپ 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 صح لامرطب الاتپ تبع الميوساكن صح؟ هاي واحد إذن وان تريلاكس المسل اثنين حكيت ليه هلا to bring back الكالسيوم from cytosol to something reticulum صح فكتير important الاتپ للرلاكسيشن لأنه هدول هدول اثنين حكيتهم بسهم لفور relaxation كمان الاتپ is important لما اخذنا النيورو فيسيولوجي مبارح قلنا انه بعد الـ action potential صحيح انا رجعت للنور بالنور بالنور بس الدستربيوشن of ions ايو بزبت الدستربيوشن of ions غلط مش صح فدائما افتر الـ end of any action potential لازم الترجع الـ concentration أو الدستربيوشن of ions زي ما كان قبل الـ تمام تمام طبعا هذا نفسه نفسه اللي عمل relaxation للمسل هذا الـ ATP اللي عمل relaxation للمسل هو نفسه صار ADP and phosphate for what for the next contraction to occur مش صح الـ next contraction لازم تكون الميوسن energized لازم تكون باون to ADP and phosphate لكون فيها energy الـ ATP that binds to a myosin at the end of a muscle to initiate contraction خلاص أول مرة تبطت صار عندي أنا relaxation خلاص أنا صار تبطت عندي ATP صار عندي relaxation بعدين it will hydrolyze this ATP صح لما صار عندي ATP and phosphate وعمل slide bending صح now لما صار عامل slide bending it is energized this myosin فايش رحيعمل رحيطبت بالthin filament ويعمل contraction يعمل sliding صح فالsame ATP relaxation once it binds بعدين لما صار له hydrolysis يعني ATP hydrolysis بيساهم بالcontraction ATP binding بيساهم بالrelaxation أكيد طيب إذا هاي هون حكينا وين بنستخدم لا مش هون تحت أيوه حكينا وين بنستخدم الATP قولنا splitting of myosin ATP ATP provides energy للpower stroke شفيت كيف splitting hydrolysis تبعت الATP هي اللي عملت للpower stroke اللي هو bending الشortening تبعا صاركم يرايت بينما البايندينج not splitting of ATP على الـ myosin ATP it provides ability to detach تمام شفت الفارة بين splitting وبايندينج أوكي الـ active transport للكالسيوم كمان أخذ energy والـ sodium potassium فهم أربعة أربعة التخدامات للـ ATP تمام طب أنا من وين رح أجيب الـ ATP ايش الـ resources أو sources تبعوا الـ ATP بالسكالة المسل في عندي ثلاثة بس كل واحدة فيهم يعني uses different uses or indications أوكي أوكي أول إشي اللي هو أهم واحد اللي هو الكريوتنين فو state هو الـ energy source عند contractile activity يعني هلأ أنا ريلاكس صر إذا ما مش لعب رياضة وهلأ ريلاكس بدي هلأ أعمل contraction أحمل إشي معين أول إشي عشان أستخدمه يعني first thing to use هو الكريوتنين phosphate نفس فكرة ATP إيش الـ ATP كانت عبارة عن موليكيول فيو phosphate لما أنا بدي أشيل الفوسفيت من هذا الموليكيول converting it to ADP and phosphate إيش this gives me energy صح كريوتنين phosphate same idea إسمه كريوتنين أنا أخذ منه الفوسفيت شو أعمل فيها I take the energy and this phosphate will bind to an ADP in the cytosol فthis generates an ATP فدائما فيه عندي زي إيش convergent or interconversion between ATP and kreatinine phosphate ATP and kreatinine phosphate لما المسل تبلش the onset of contraction أنا رح أستخدم kreatinine phosphate phosphate عمله hydrolysis وأكون ATP تمام أوك هلا لنفترض لانا بلشت أشتغل في مسل أعمل contraction في مسل وهذا الاشي يستهلك يعني بيقلل من الانرجي من ال ATP اللي فيها صح لانا I am using this ATP كمان صح so you use the ATP kreatin phosphate to make ATP and use energy يا بعدين هتستليم ATP كمان ها لها لانا عملت hydrolysis للكريوتين phosphate صح أخذت منه الفوسفيت صح لما أخذت ADP ADP هاي ATP هي الموليكول اللي رح يروح على ATP ازدبع المايوسين يروح على pump يروح تمام هلأ ليش حكيت لك بالأول انه this is an exergonic reaction يعني meaning that this أصلا gives me energy عشان أرجيك ليش هو يعني readily رح يصير مباشر أول ما أبلش أنا التفاعل ال contraction رح يصير في عندي هذا الhydrolysis والفوسفات رح باين to ADP وبعدين نصير عندي ATP this ATP I will use it for contraction or excitation contraction coupling اللي حكينا عنه تمام أوكي هلا قلنا انه انا في عندي muscle وهاي المسل قاعدة بتشتغل فقال كتير عندي نسبة ATP صح هذا الاشي شو رح يخليني رح يبشي التفاعل هيك رح خليني اسرع يعني ايش استخدم الفوسفايت الموجود بالكليتانين توجنير more ATP بينما لما المسل كون ATP كتير صير عني ATP كتير مثلا انا كنت ما استخدم ها واضل ايش اعمل زودتها بريسورس لالجلوكوز كتير وبعدين عملت للجلوكوز وبعدين this generates ATP زيادة عن الوزو I'm not using it صح I'm not using this ATP شو رح يصير في التفاعل this ATP will be converted to creatinine phosphate تمام فال ATP اللي بتكون excess بالمسل is stored على شكل كريتينين phosphate اكيد طيب اذا اول شي باستخدم كريتين phosphate بعدين لما انا يصير في عندي زي ديبليش للكريتين phosphate لازم استخدم وسائل ثانية تجنرات ATP ممكن استخدم اوكسيديت او غلايكوليسيز ما هلأ قلنا غلايكوليسيز اصلا بيعطيني ATP تمام هلأ الدفرز استخدم oxalative phosphorylation ولا غلايكوليسيز حسب نوع المسل فيبليش في عندي المسل فيبليش يحتاج الانيرجي او ATP كبير 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 تمام وما عندهم الماء لازم بسرعة واشمالهم وما عندهم اكسجن ما بقدروا يخزنوا اكسجن جواتهم هدول المسل فيبرز بسميهم الوايت فيبرز أو الفاست فيبرز هدول المسل فيبرز باستخدمهم في الانيروبيك اكسرسيز الاكسرسيز اللي ايش ما له دز نوت نيد اكسجن ايش بيستخدموا غلايكوليسيز توجي توجي ايش لانه غلايكوليسيز ما بيحتاج اكسجن وبيصير بسرعة رافظ وكمان ايش اتكنسومز كتير amount of غلوكوز فمهمين هدول لحرق الدهون انه لتنحيف انك تستخدم كتير غلوكوز سأعمل انايروبيك اكسرسيز عشان بتحتاج كتير غلوكوز عشان تعطي minimal amount of ATP ورابد لي وwithout the use of اكسجن تمام بينما ال 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 fibers أو slowly acting fibers هدول ال fibers they can store oxygen بمولكوز عندهم or protein عندهم اسمه myoglobin that's why they are red myoglobin is red وهاد myoglobin اللي هو red بيخزن جواته كتير oxygen معناته هاد الاشي بيخلي هاد المسل fiber able to ايش phosphory oxidative phosphorylation oxidative phosphorylation تمام اللي هو it uses oxygen و اللي هو بستخدموه في aerobic exercise تمام هايها هايها زي ايش aerobic exercise زي اللي هما بيكونوا light exercise زي jogging swimming running هادول ايش ما لهم انا لا بي لازم اعمل سبتال ال oxygen ولازم علشان استخدم ال fibers تبعونهم تمام بينما anaerobic exercise زي resistance تبعون الحمل الأثقال هادول exercise بيحتاجوا كمية كبيرة بين glucoz وشو ما لهم وما بيحم لازم بسرعة تجنريت ال ATP تمام لازم احسن 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 هناك هاك الجو اكثر و السويم اللي بيستخدموا اللي هي ال oxydative اه مش sprinting بالضبط اللي كتير سريع بيكون هاي انتنسيتي انا ما ببقى ملح لازم استخدم glycolysis بسرعة رافض تمام طيب في اخر شغل اللي هي اللاكتيت لما انا استخدم glycolysis كمصدر للطاقة لما بيطيني ATP بيعطي معها pyruvate تمام الpyruvate هذا من حوله للاكتيت اخذناها بالبيولوجي بسنة اولى تمام واللاكتيت accumulation بالمسل هذا بيعملي painful or burning sensation after exercise تمام فاللاكتيت اللي بيكون accumulated within المسل بيعمل هذا البرن طيب هلأ ظل نحكي عن الفتيغ الفتيغ very very easy الفتيغ of المسل الفتيغ تبع المسل بين قسم قسمين حتى انا صراحة بحب اقسم وثلاث اقسم ثلاث اول قسم مش محطوط هون بس لازم تكون عارفة اللي هو لما يصير عندي ديبليشن للأست الكولين نيورو ترانزميتر فيزيكل يعني لما الموتر نيورون خاص يصير لهاي المسل تمام ويخلص وعندي الأست الكولين ويصير الكنسومشن تبع الأست الكولين أسرع يعني أكتر من الريبرودوكشن بالأست الكولين بالنيوكليوس هذي اشي بعمل ديبليشن للأست الكولين فبصير في عندي فتيغ اشي فتيغ يعني في عندي اكشن في الموتر نيورون يعني أنا عم ببعث للمسل that I want to contract والموتر نيورون بحكي للمسل يلا في عندي اكشن بس there is no أست الكولين تمام ديبليت كونسوم تمام هذا بسميه سينابتك فتيغ سينابتك فتيغ هلا التو أذر فتيغ اللي هم المسكولر فتيغ أو سنتر فتيغ تمام هذول they are not related للموتر نيورون السنتر فتيغ اللي هو سهل بسرعة it is related basically to psychology that I'm bored from the exercise I'm not giving the skeletal muscle high frequency of action potential because I'm from inside I don't want to exercise so it's psychological bored or the time I'm bored or I feel I'm bored or there's something else I want to do I'm not giving it high frequency of action potential so it's not going to contract like زي ما أنا كنت أصلا إن شاء الله خالف بصير في عندي tension in fatigue في المسل تمام هذا central المسكولر المسكولر fatigue أولا خيرنا أحكي لك شو هو fatigue in general الفتيغ هو inability for the muscle to to sustain sufficient amount من tension أوكي أوكي يعني أنا المفروض أنه بالعادة بأحمل هذا الكتاب قتقيل هلأ بعد الفتيغ أم بقدرش أحمله نفسه أحمل أصغر منه أوكي فهمت علي يعني I can't sustain اللي هو التنشن معين level معين من التنشن أو power يعني أو force أوكي laccumulation of these substances هدولا بيأثروا على contraction فبيخلوه أضعف بيأثروا على sliding between laccum and myosin فبيت interfere يعني فبصير أضعف contraction تمام هاي number one number two كمان اللي هو أنا بصير عندي calcium ion هيك أنا حافظة شكلها low calcium ولو لا مش أهم بلا low calcium ولو إشي تاني depletion of glycogen reserves in the exhausting آه ولو glycogen وهاي هيك كنت أنا رسمتها phosphate وهاي lactate هدول هم causes of muscular fatigue لما يصير عندي accumulation للphosphate والlactate هاد إشي بيعمل لي فتيق في المسل صح لما يصير في عندي أنا less calcium في المسل برضو رح يعمل لي فتيق ليش يصير عندي less calcium في المسل هلا لما أنا أضل أعمل contraction contraction في المسل وأضل أطلع calcium ions من sarcoplasmic tokylum لل cytosol لل cytosol لل cytosol أنا في على plasma membrane كمان calcium channels صح هاي plasma membrane وهاي sarcoplasmic tokylum actin filaments كله هون قاعد بيشتغل وانا بطلع الكالسيوم على cytosol عشان الكالسيوم يروح bind to troponin صح هلا لما يكون كمية الكالسيوم تثيرة بسبب high ما يليك من المسل through its channels الموجودة على الممبرين تمام فلما يصير في عندي leakage للكالسيوم بتقلك كمية الكالسيوم اللي موجودة حتى لو هاي البمب is restoring the calcium برضو في عندي شوية leakage بصير to the excess cellular fluid هاد الاشي برضو كونتريبيوز للفتيق انه ليش المسل after period معينة is not contracting like before تمام وكمان بصير عندي دفليش للانرجي سورس انا حكيت لك انه الانرجي سورس فيرس لكريتينين فوسفيت اذا الكريتينين فوسفيت بلجأ للي glycolysis or oxydative fosfoleration بنفترض هاي المسل في عندها sufficient amount of oxygen and I have time فا يلا استخدم oxydative fosfoleration بعدين مع الوقت صار في عندي consumption للأوكسجن فان اضطرت الاجتماع للجليcolysis استخدمت الجليcolysis بعدين eventually الاتي صار كتير قليلة تمام وما في عندي مور glucoz ما في عندي مور glucoz to use عشان اعمال regeneration لل ATP فلما عندي كتير للجليcoz خلاص فتيق تمام الجليcoz is stored as glycogen فلما احكي low glycogen يعني low glucose is used to generate ATP through glycolysis فما في glucoz ما في glycolysis واصلا resources القبل خلصناهم فهذا الاشي رح يساهم في الفتيق تمام muscular fatig okay why central fatig is there acidosis lactate lactate اللي قلت لك عنه هو lactic acid لما يصير ionized يسميه lactate فلما يروح هال البلد ويتحول ل lactic acid ويمسك proton يصير lactic acid يصير lactic acid هو بالبلد يترك proton يصير lactate والproton concentration هو يصير acidosis تمام فإنه بحكي لك انه ممكن يعمل acidosis يعني او على الأقل acidosis بحولين skeletal muscles تمام بس هيك خلصنا هاي المحاضرة